نفس التوقيت يا مؤمنين وده بلاغ الى مين معرفش الى من يهمه الامر من هو الى الدولة اللي بيقين فيها عبدالله الشريف معرفش فين لو في قطر يبقى بلاغ للنائب العام القطري لو في تركيا بلاغ لوزير العدل التركي لو في لندن بلاغ لرئيس الوزراء البريطاني لو في بلاد الوقواق ولا في بلاد المومة ولا في بلاد الموز احنا بنقول واحد اسمه عبدالله عبدالله الشريف هذا الرجل الهارب هذا الرجل الهارب عمل تويتا من سطرين يعاقب عليهم بتهمة الارهاب متلبسا ضبطا متلبسا بتهمة الارهاب بيقول ايه معك سلاح اهلا سلم مفيش سلاح نمع السلم ده الاخ ابو دم خفيف عبدالله الشريف وحيد عصره وفريد ظهره اللي تفلت من عصر الصيع اللي كان عنده قضية وانا بقول هذا الكلام مش جديد وارجو يعني ان حد يساعدنا في هذا عبدالله الشريف اللي عامل داعية وعامل 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 هاربان ومن اسكندران انتوا عارفين هاربان برا وبيشتن في بلده ده دخل السجن هو اندخلت السجن مفكر انه دخل السجن في قضية كفاح ودفاع عن الرأي دخل في قضية مخدرات معروفة في ضمياء مشهورة ومعروفة وانجيبلكوا تفاصيلها في كل حالات مش ده موضوعي لكن موضوعي السطرين دول بيتكلم باختصار بيتكلم للاخوان وبيكلم الجماعات الارهابية في العالم معاك سلاحة اهلا نسلم بيدعو لحمل السلاح بيدعو للارهاب بيدعو للارهاب ده الكلام ده مش كلام فيه نوع من الكناية والاستعارة والمجاز والتشبيه ده مش كلام مكود ده مش اكواد ده مش شفرة دافنجي ده شفرة عبدالله الشريف معاك سلاح اهلا نسلم مفيش سلاح نمع السلم معناها دعوة لحمل السلاح دعوة لحمل السلاح وانا بقول اهو على الهوى وبسلم هذا هذه التغريدة اللي اول ما كلمت عليها شالها وليد هذا القول وهدين السطرين دول بلاغ للناس اللي في العالم اللي بتشدقوا بالحرية وبيتكلموا على حقوق الانسان بقول حقوق الانسان اهيه الراجل الجهة والدولة اللي قدمت ملاذ آمن لاقامة عبدالله الشريف غير الشريف لابد انها تحاسب وبتكلم بوضوح شريط والله ما اعرف هو فين في قطر او في تركيا غالبا او في لندن ربما او راح مكان تاني انا ما اعرفش فين لكن الدولة اللي بتقوي عبدالله الشريف بقوله هو بشكل واضح هذا الشخص ارهابي هذا الشخص بيدعو لحمل السلاح في اي مكان هل من ضمن حقوق الانسان او الحرية في التعبير انه يعبر ويدعو الناس التحريض على حمل السلاح او انا بسأل الجماعة ملاك تويتر الجماعة ملاك تويتر اللي عندهم التطبيق بتاع تويتر هل مسموح ان في حد يدعو من خلال منصتكم الى حمل السلاح اهو اذا كنتم مش شايفين انا بوريكم اذا كنتم اصبتم بعمى موجه او عمى انتقائي انا بقول لكم برضا هو اهو معاك سلاح اهلا سلم مفيش سلاح نمع السلم ده كلام واحد ارهابي في نفس اليوم اللي مصر فيه بتوقف قانون الطوارئ